في إطار متابعاتنا للملف المصري وملف الخطاب الإعلام المصري تحديداً كذلك في تناوله لقضايا السودان أشرنا في الحلقة الماضية والتي قبلها كذلك إلى حالة الخروقات إلى حالة التجاوز التي يقوم بها الإعلام المصري تجاه السودان شعباً وقيادة أولاً بارح ظهر وزير الخارجية المصري على الأون تيفي مع عام راديب وبدأ يتحدث حديثاً ناعماً دبلوماسياً طبعاً أصلاً السيد وزير الخارجية كلما يزور الخرطوم عنده تعهدات والتزامات تجاه عدد من القضايا العالقة بين البلدين هذه التعهدات والالتزامات لا تجد طريقة للتنفيذ لأنه معروف أن ملف السودان لا يوجد داخل وزارة الخارجية إنما يوجد عند المخابرات المصرية وبالتالي كلام السيد وزير الخارجية المصري يكون كلام في الهوى يعني تطيب خواضر وكلام دبلوماسي والسلام لكن الكلام السيد وزير الخارجية يبدو أنه صادر يعني عن توجيهات بتغيير النغمة والخطاب تجاه السودان قيادة وشعباً كما طلع في تسريبات كثيرة أول ميس وأميس أنه هناك توجيه لتغيير الخطاب كده خلونا نشوف مع بعض جزء من كلام سامح شكري مع عمر أديب السيد سامح شكري وزير خارجية المصرية أهلا بيك يا فاندر السلام خير يا أسيد أعمش إزاي حضرتك سهلا وسهلا بنحاول نقول للناس على موقف السودان وعلاقتنا مع السودان وطبعاً كل الأشياء اللي السودان بتتكلم عليها بنيجي بعد كده احنا نقول ما حصلش يعني مثلاً زي موضوع انه احنا بنحاول ان احنا نستبعد السودان من مفاوضات زي موضوع ادعاءهم بانه في وجود قوات مصرية على حدود إريتريا ممكن الحقيقة تشرح للناس الموقف بينه وبين السودان ايه دلوقتي؟ يعني طبعاً السودان من أهم الدول بالنسبة لمصر وأكثر الدول المعنية مصر تنمية علاقتها بيها وفروزات الخارجية مثلاً فيه إدارة معنية بالسودان خصيصة يتولاها مساعد لوزير الخارجية نظراً أهميتها وده طبعاً وده فريد للجوار والتاريخ اللي تتحدثت عنه الرئيس عبد الفتاح الزي في أول زيارة خارجية قام بيها بعد مشاركته في القمة الأفريقية اللي عادت مصر إلى القمة كانت في السودان بشكل يؤكد على الحر لدعوات اللي وجهت لفتاحة الرئيس البشير لزيارة مصر وتقليده لأرفع الأوسمة لمشاركته في حرب 73 تعبيراً على الاهتمام بالسودان مصر دائماً ترى أنه هو شعب واحد ولا يفصله أي حدود وإنما العلاقة والوجود السوداني في مصر والوجود المصري في سودان شيء مش محتاجين أن نتحدث عنه والمشاعد طبعاً من الأخاء والمحبة لم تستبعد مصر السودان من سد النهضة ومفاوضتها في اليوم التالي اللي طرحت على الجانب الإثيوبي خلال زيارتي الإثيوبيا المبادرة المصرية كنت بتحدث مع الوزير السوداني شرحاً لغة تلفونية للمبادرة وأستخدم له جواب رسمي حتى نكون قد أخسرناه بالمبادرة وتطلعنا لحصول على وجهة نظر وإذاقها كان مفروضاً يأتي للقاهرة يوم أربعة ولكن ربما أتت له ظروف فقدت إلى إرجاء هذه الزيارة إنما مصر لم تطلب استبعاد السودان من مفاوضات ما أقول لي سيادتك أنا تحدثت مع الوزير السوداني تلفونياً في اليوم التالي من رجوعي من أدف أبابا لأطرح عليه لذات المبادرة ووجهت له خطاب رسمي سلم إلى السفارة السودانية في القاهرة وإلى الوزارة الخارجية السودانية يحدد فيها عرافر المبادرة ويعرب عن التطلع لتلقي وجهة نظر السودان إذاقها ولم يصل حتى الآن أي رد على هذا الخطاب طب الآن الكلام حضرتك سامع موضوع سحب السفير وللتشاور والآخر هل الجانب السوداني شرح لحضراتكم أسباب السحب هل حضراتكم تكلمتوا معاهم شفتوا إيه سر طبعاً إحنا حتى الآن ما قادرين أنا شخصياً يعني ما قادرين أفهم شونه المبادرة يعني سؤالاً عمر ديب لسيد وزير الخارجية لم نجد له إجابة يعني تمشيتوا عرضتوا على الأسوبيين شنو طلبتم منهم عزل السودان أم لا ما ما في إجابة واضحة ما في إجابة واضحة إنه والله نحن رسلنا خطاب ضربت التلفون للسيد الوزير السيد الوزير كان مفروض يجي ورسلنا خطاب عبر السفر شنو المبادرة شنو هي المبادرة لم يجيب على سؤال عمر ديب ربما في الإجابة يمكن أن نفهم من بعد سر الاستدعاء السفير السودان من القاهرة طيب الكلام مواسوى لسه متواصل بس الزمن ما بيسمح بأنه ناخده كله لكن اللغة خلاص رجعنا ثاني شعبي واحد ما في حدود السوداني الموجودين في مصر وابناء النيل والعلاقات الأزلية رجعنا حلاص لسك العبارات القديمة وواضح أنه دي البوصل الجديدة حلاص حيرجع ثاني الإعلام من أمس يعني أنا ما يعني ما عند رصد دقيق لكن يعني شفت جزء من الفيديوهات طبعا ممكن يكون في تبادل أدوار طبيعة طبعا في مصر ناس يخلوهم للشتيمة وناس يخلوهم للكلام الضريف واللزيز والرائق والعلاقات الأزلية وكذا يعني جزء من تبادل أدوار واضح أنه كلاما سيد وزير الخارجية يحمل هذه الرسالة لتعديل النغمة نحن أصلا كنا بنحل نقول أن والله الإعلام في مصر ينطلق برضى القيادة السياسية المصرية وأي تحول في الخطاب من حالة السباب والشتيمة واللعن وحالة الهيسترية التي يعيشها لإعلام المصر منزل زيارة أردوغان أي تحول في الخطاب معنا جماعة قال لهم خلاص يالله أخوان الكفاية بعد ده خلونا نرجع للنغمة الجديمة علاقات أزلية وادي النيل وكذا نشوف عمر هاديب من مبارح كيف اللغة بدأت عنده من جديد نشوف عمر جاءت أسيوبيا وأعلنت أنه مصر طلبت أن احنا نطلع السودان من مفاوضات السودان اتضايقت مصر نفت قالت ما حصلش احنا ما طلبناش أبدا أنه السودان تبقى برى المفاوضات المفاوضات هي مصر والسودان وأسيوبيا ومرت الأيام جرنانه دي الصفحة الأولى لجريدة أسيوبية وانا الفترة اللي جاء دي حاوليكم صفحات أولى الجرائد أسيوبية والجرائد السودانية تشوفوا الناس اللي لين علاقة بيها يعني احنا علاقتنا عضوية مع الناس دي عندك مشاكل مع أسيوبيا وعندك مشاكل مع السودان وريسي تعرف هم بيقولوا ايه وبيعملوا ايه وانا مش عايز الناس دايما تاخد الموضوع ان احنا عنهجمهم وان احنا عنشكمهم لا خالص انت عندك مصالح معاهم زي المصالح اللي بين أي دول في الدنيا بالعكس انت عندك علاقات تاريخية وعلاقات جغرافية لازم تكمل معا جينا من كم يوم فجأة قررت السودان واعلنت السودان انها هتحرق قوات لها على حدودها مع ايريتريا عايز اقولي حضراتكم ايريتريا دي موجودة فينا على الخريطة ايريتريا دي كانت جزء من أسيوبيا وفي اول التسعينات اصبحت دولة مستقلة شايفين اقريم كسلة اللي هو في السودان وادي ايريتريا هي فكسلة اللي عليمين دي راحت السودان راحت حتى قوات هناك على ايريتريا وطلعت اخبار يومية انه الحق ده فيه قوات مصرية اه ده حصل تخيالوا ده حصل واحنا هنا ما بنسمعش عنه انه فيه قوات مصرية موجودة على الحدود ودخل من ايريتريا لكسلة واحنا عاملين استنفار لكسلة وبعدين بعد يوم طلع الرئيس البشير نفسه نفى نفى فكرة انه فيه قوات مصرية موجودة وطبعا مصر عمره ما قالت انه لها قوات هناك واحنا ما نعرفش انه لها قوات هناك اصلا وهي السودان نفسها نافت هذا الموضوع فالسودان قعدة تاخد وتتجي مع مصر واحنا ما نعرفش حاجة واحنا ما نعرفش ايه الموضوع ايه الحكاية او ازدكم الشعر بيت السودان بقى لها خمس ايام فيها مظاهرات عنيفة جدا مظاهرات خبس او ادي الخبر او طبعا احمد راديب في البداية قال يعني هم يعني تأسف انه انه احنا ما قاعد نهتم بالسودان وطبعا يعني الرأي الخلاص يعني قرر انه اهتم بالسودان وحيجيب الاخبار بتاعت السودان واثيوبيا عندهم في على شاشة الون تي في ولكن اللغة تغيرت يعني تغيرت ما هو الدافع ده موضوع تاني الناس بيفتكروا والله ممكن يكون الدافع مواقف قوية في الخرطوم الناس زي اللي ارى يلحقوا يوقفوا خطوات بدأت من الخرطوم في الناس اللي يقول لك لا لا الجماعة دي في جماعة نصحون قالوا اخوانا كده يخلوا الشتيمة والجماعة دي عندهم وازمات وعندهم مشاكل لو استقعتوا تشتموهم حتوحدوا الشعب السوداني مع الحكومة الحكومة مزنوقة في موضوع الحيش والحكاة دي ممكن خلاص تخلصكم من الحكومة دي فبلا يوقفوا كده الشتيمة خلوهم هم يكونوا مشغولين لانه يكونوا مشغولين في هزماتهم الداخلية ما توحدوا السودانيين تجاه يعني العداء المصري عبر الإعلام واي ان كانت الدوافع فانا افتكر حقه السودان تكون عنده رؤية الاستراتيجية تجاه علاقته مع مصر كلام ده قلناه كثير وينبغي ان يكون بوضوح ما انت ما بتبقى زي المكان يعني يدوروك ويقفوك يعني في مسائل واضحة قضايا عالقة في لغة بتاعة خطاب في اشكاليات محددة ينبغي ان تكون هناك رؤية واحد واضحة في التعامل معها دي ما دار لها انه السيد وزير الخارجية طلع ولا المخابرات تدى التوجيهات ولا هنبقى ابناء وادي النيل والنغم الممكن تشتغل في او بدت تشتغل من اميسيان دي قضية قضية تانية طبعا زيارة الرئيس السياسة فورقي لمصر طبعا موضوع القفل الحدود الخطاب الرسمي الواضح ان القفل الحدود جاي في اطار حملة جمع السلاح وفي اعلان لحالة الطوارف في عدد من الولايات طبعا في جماعة بمشوا مع نظرية المؤامرة وانه والله اريتريا داخلها على الصعيد الشخص يعني بما اعرف عن اريتريا لا اعتقد ان اريتريا الآن تدخل في مؤامرة ضد السودان لا يعني قناعة الشخصية يعني ما عندي معلومات لكن بما اعلم شخصيا ان اريتريا الفيام مكفهة يعني لن تتورط في ازمة مع السودان يعني صحيح في ناس دارين يوتروا الجو وينشوا حالة من الخوف والرعب وكده ويحاولوا يصوروا ازمات للسودان كثيرة مع جرانه ما شووا للخليجيين جماعة دلزاتهم مصريين والحقوا في البواخر الايرانية والحقوا الاتراك قاعدة حربية وباعوا سواكن جزء من توتير الجو فحقوا ان احنا نكون منتبهين لمثل هذه الحملات واهداف الحقيقية من حق مصر ان تستقبل الرئيس السياسة فورقي ما في ظرف الاعلام السودان حيقول ليه زار ولا ما زار وليس السياسة فورقي ودولة اريتريا ليهم الحق فأي علاقات مع مصر زي ما السودان عنده علاقة مع مصر ومع السوبيا عنده علاقة جيدة مع اريتريا وينبغي علينا كشعب وكحكومة ان نحرص على مدى الجسور مع الشعب الاريتري اللي بتجمعنا معه اواصر كبيرة جدا وعلاقات يعني تاريخية حقيقية يعني الرئيس اريتري يزور مع يشاء ويمشي اي حتة ده ما فيزو الحيق دي يتكلم فيه وإلا يعني الاخوان المصرين هم حاول يعمل الحكاية دي معانا يعني عمانجل رئيس اردوغان للخرطوم حاولهم يقولوا ليه يجي وليما يجي فعلاقتنا بريتريا شعبا وحكومة ارى انها علاقة مميزة وينبغي للا للاعلام السوداني ان يعزز هذه العلاقة ويؤكد عليها وان نفوت الفرصة على الذين يريدون توتير الجو لعلاقاتنا مع جيرانا ده تعليقنا عابر على موضوع الخطاب المصري الاعلام المصري وافتكر حقه والناس يحللوا هل هناك تحول حقيقي في الخطاب ما قالوا ساميح شكري وانتدادات البدد تصهر في الاعلام المصري واهداف هذا التحول حتى نكون على بصير من الامر